يا عب لاطف ايه؟ يا عب لاطف ايه؟ انت حسام المصري ايوه انا حسام طب تعال عايزينك اما مين دول عايزينك؟ هنروف من السمر عالباب تقدر عميل الجريء او تطول على سيادة وتشتم الباج يا رحمك انتمرار Strat Li أوه كانت الصباحة بس لو ما اسكيتش وحطيت لسانك بجوه بوقك هقعدك على الكورسي جنب أبوك يا حبيبي من فضلك لو سمعته ولكابتن حسام المصري ساكن فاني دور حقيقة عسلم استنيك استنينا عسلم ازاي؟ عزيزي اياض مالك الله يخرب بيتك انت تجننتو ولا ايه؟ باجأ باشا الحب دلالله حب دلالله ازاكة عسلم ازاكة باشا تفضل يا باشا تفضل يا الفي اهلا وسهلا معهد الله يا باشا انا مش مصدق نفسي انا حاس انها بحلم الله يا باشا تفضل لما انت كنت نقع مع السلم كده ليه؟ لا ما فيش ده وانا واقف فره ضغط فوقعت على الارض ضغط؟ ضغط ايه؟ ده انت بالشلفط في حد كان بضربه حسام؟ يا حسام انت روحتي فين يا ابني؟ انا عمالة ادور عليك ايه ده؟ كابتن حمدي مجي باشا، معقولة، خطوة عزيزة يا اهلا وسهلا، تا ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازاك يا بكباتن؟ والله يا باشا، انا واحسام ابني في سيرتك على طول بيقول لي الراجل ده انا عمري ما شفت زيه في حياتي هو اللي رجع لي ثقة بنفسي وهو اللي خلاني اخد المدالية الزهبية ما هو ابني زي ما هو ابنك بالظبط ده لينا الشرف يا ناجي باشا مش حتى اضطرها اللي ايه؟ روح اعمليها الشطول بالقوطة وحت الجابنا عاز افطر مع الكابتر حمدي من عنا يا باشا ايه ده؟ ما لك يا حسام ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ده كان بيتخانق بيتخانق مع مين؟ اه اصلا كنت اطلع عالسلم فلاياتوا بيتخانوا مع بعضوا ضربوا وشلاليتوا ودمغاتوا وبنيات قطعوا جابوا عالارض قطع مين وجاب مين عالارض؟ الضربزين حسام talents عشان كده بقى كانوا نزلين ضرب فيك هن؟ kat نش فرو معاÉ انا اترفت انت شوفت هبويه باشا مالو رجل زيل عسل انا مستجد دعمل Brilliant حاجة عشان يرجع يمشي على رجلية تاني هيمشي ان شاء الله هيمشي هنعمله العملية هيمشي وحيدري وحينط كمان انت من اللحظة دي اعتبر نفسك بتشغل معي بتشيلش هانا هشتغل معك فينا باش انت اخر بطولة دخلتك الرقمة سبعة متر عشرين احنا هنكسر الرقم ده احنا عايزينه تمانية متر صعب لي يا عسام؟ وصعب يا باشا انما مش مستحيل طب قويس بدا مش مستحيل يعني ممكن تعملها وإحنا داخلين انا بطولة باشا هي بطولة خاصة اهم من اي بطولة انت دخلتها قبل كده بس عايزة تدريب جامد وشغل كتير وانا تحت امر سيادتك طيب انت بكرة هتيجي معي شر مشيخ هاعد عليك الساعة ستة الصبح تبقى جاهز بشمتك وحنا هنضرف شر مشيخ؟ مش عايزك تسأل كتير راكز في النطة اللي انت عات نطة مفهوم؟ مفهوم يا باشا مفهوم 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 موسيقى اهو وصل بسلامتك موسيقى بس مش دي ست اللي نزلت معاي محسن باشا التانية كانت لابسة مايو أصفر موسيقى انت كنت فيني يا حيوان كل ده يعني هكون فيني يا رايس تحت المايا تحت المايا خمس ساعات يا إبراهيم دي بنت حلال مصافي دك كتاب لها عمر جديد والمصر أصلاف هيسة مني تحت المايا وعدت عمل لها تنفس صناعة الروح ربجت فيها في آخر ثانية كنت بتعميله إيه ده كله يا إبراهيم كنت بوريها الشعب يا رايس أصلي المادام غاوية قرامية كل ما تشوف قرموت بيالعب تحت المايا تتهابل الزار ما عندهمش قراميت في بلدهم يا باشا البحر الأحمر مفهوش قراميت يا إبراهيم يا راج أما اللي إحنا شوفنا ده إيه الست اللي كتنزل معاك كتلابسة ميو أنصفر وهي نزل المايا الميو اللي كتلابسها راح فين يا إبراهيم يا مهر إيه سود ومنيل يا رايس إيه التهمة الحقيرة دي؟ أنا أسرق ميو على آخر الزمن؟ أنا مدي إيدي على حاجة مش بتاعتي؟ ليه؟ أنت فهمني كويس يا صيق عندك الست دي غيرت الميو فين وإزاي وليه وإمتا؟ يا باشا ما الست طالع قدامك هي لابسة الميو آخر احترام وجوزها استلامها أنت مزعل نفسك ليه؟ أتكبرش الموضوع الميو كان لون أصفر يا إبراهيم كان أزرق يا باشا لا أصفر لا كان أزرق أصفر يا إبراهيم الله يخرب بيت ده ميو ما يمكن لونه تغير تحت المايا أصلي فيه ميوهات كده لونها بتتغير تحت المايا يا إبراهيم يا إبراهيم ما تصحش علينا إبراهيم السيت قتلابسة ميو كتعة واحدة لك كتعتين مش أحسن منذلكم كتعتين واطلع بكتعة يا إبراهيم مش هيعدي على خير يا إبراهيم ده مجوزها عضو الكونجرس الأمريكي يا باشا انت حارق نفسك ليه قاعد بتغلي كده يعني انت هتغيرها على مرات عضو الكونجرس أكتر من عضو الكونجرس نفسه طب بص الراجل حد المراته إزاي الراجل واثق في نفسه واثق في مراته ودي الحاجة اللي مش موجودة ما بيننا إباشا السكة بس يا يا با ياريب ياريب تمسك بيك؟ تعملي يا براهيم تعطي خوتي يا فوت موسيقى الولاية نازلة معاك بميوها أسفر تطلعها بميوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ موسيقى موسيقى يا عم كان أزرق إزاك يا عضي أبراهيم ناجي باشا أطلع إزاك يا باشا وحيشني إيه؟ عطو حدني وأنت مبلود؟ من فرحاتي ده أنا مش مصدق عنها